اشتركوا في القناة لكن تدريجياً ستتراجع سرعة الرياح أكثر قبل قليل كان النشاط أكثر على المناطق الساحلية كانت سرعة الرياح من 10 إلى 40 كم في الساعة من متوقع أنها تتراجع تدريجياً الآن وخلال الساعات المقبلة وتكون سرعتها من 10 إلى 35 و 38 كم في الساعة درجة الحرارة حالياً في المناطق السكنية تتراوح ما بين 39 إلى 40 درجة مئوية والرطوبة النسبية حالياً في المناطق السكنية تصل إلى 14% وقاعدت ترتفع تدريجياً وحالياً نسب الرطوبة تتفاوت ما بين 20 إلى 25% على بعض المناطق الساحلية رؤية الفقية ممتازة أكثر من 12 كم في ساعات الصباح الأولى درجات الحرارة الصهرة تسجل في هذا الوقت تتراوح ما بين 32 إلى 31 درجة مئوية خارج المدينة أما المناطق السكنية فتتراوح ما بين 35 إلى 37 درجة مئوية والهوى الشمالي غربي خفيفي لمعتدل من 12 إلى 38 كم في الساعة ساعات الصباح الأولى تدريجياً الهوى الشمالي غربي ويكون متقلب الاتجاه واثناء تقلب اتجاه الرياح هناك فرص للهوى الكوس أقل درجات الحرارة تكون دائماً في السواحل الجنوبية والجزر تتراوح ما بين 31 إلى 32 درجة مئوية الرياح ستستمر خفيفة لمعتدل تسرعة حتى نهاية يوم الغد وسرعتها ستتراوح ما بين 10 إلى 12 إلى 38 كم في الساعة الهوى خفيفة لمعتدل أجواء مشمسة حارة تجنب أشعة الشمس خلال فترة الظهيرة لتجنب الإجهات الحرارة الإحساس بالرطوبة سيكون ملحوظ خاصة اللي بينزلون البحر درجات الحرارة في منتصف نهار يوم الغد أو العظمى تتراوح ما بين 45 إلى 49 درجة مئوية والإحساس قد يكون أعلى من ذلك تتراوح ما بين 43 إلى 44 درجة مئوية في كبر وقارو وأم المرادم جزرنا الشمالية 45 درجة مئوية في وربو بوبيان في إليشا أيضا 45 درجة مئوية السواحل الجنوبية تتراوح ما بين 44 إلى 45 وحتى السواحل أيضا السالمية سلوى درجات الحرارة تتراوح ما بين 44 إلى 45 درجة مئوية لكنها ترتفع في مدينة الكويت وتصل إلى 49 ومثلها في الجهرة خارج المدينة أيضا المطلح 48 درجة مئوية فأجواء حارة يوم الغد تجنبوا إشاعة الشمس المباشرة خلال فترة الظاهرة الهواء سيستمر ويال الشمال الغربي خفيفة لمعتدل السرعة أيضا خلال المساء من 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة البحر مناسب جدا الذي ينزل البحر فارتفاع الأمواج سيكون خفيفة لمعتدل من 2 إلى 5 قدم هذه من فترات الحمل المد الأول بإذن الله ساعة 3 و 4 دقائق صباحا والمد الثاني ساعة 2 و 24 دقيقة ظهر والجزر الأول ساعة 8 و 50 دقيقة صباحا والجزر الثاني ساعة 8 و 51 دقيقة مساء المواقيت بإذن الله أذان الفير الساعة 43 و 46 والشرق الساعة 5 و 12 دقيقة والمغرب الساعة 6 و 34 دقيقة أما التقص المتوقع بإذن الله خلال أيام الخمسة القادمة اليوم الجمعة بإذن الله الهوى سيكون خفيفة لمعتدل والإحساس بالرطوبة ملحوظ لأن الهوى الكوس موجود لكن يوم السبت يرجع الهوى ما بين جنوبي شرقي وتدريجيا يتحول إلى شمالي غربي وتعود الأجواء جافة ونسب الرطوبة تبدأ بالتراجع تدريجيا والبحر سيكون أيضا خفيفة لمعتدل الموج الذي ينزل البحر أيضا باشر السبت الأجواء ستكون مناسبة لكنها حارة الظهر تجنبه 49 العظم والصفرة 33 والهوى الكوس تدريجيا يقلب إلى شمالي غربي خفيفة لمعتدل من 12 إلى 38 ومن 10 إلى 30 في يوم الأحد وأجواء مشمسة تتراجع الحرارة شوي 47 العظم والصغرة 32 47 مثلها في الاثنين مع عبور بعض السحب على بعض المناطق 47 العظم والصغرة 31 والهوى الشمالي غربي من 8 إلى 30 أما في يومي 3 والأربعة أجواء مشمسة والعظم تتراوح ما بين 48 إلى 49 والصغرة ما بين 32 إلى 33 درجة مئوية والهوى الشمالي غربي خفيفة لمعتدل السرعة من 8 إلى 32 وعشرة إلى 30 كيلو متر في الساعة شمالي غربي خفيفة لمعتدل في يومي 3 والأربعة بإذن الله أعزائي المشاهدين أجواء حارة مستمر رويانة صيف الكويت المعتاد مستمر رويانة تجنبه أشعة الشمس خلال فترة الذروة خلال فترة الظهيرة درجات الحرارة بإذن الله تبدأ بالتحسن بعد ما تتراجع عن الأربعين درجة مئوية وهذا الأمر متوقع ابتداء من منتصف شهر 9 القادم أشرت الجوية تنتهي